هذا وأجرت كاميرا تليفزيون المصرية عددا من اللقاءات مع نوابي مجلس أشيوخ كنا في إطار منقشة مشروع اعتماد خطة تنمية الاقتصادية لعام 23-24 وكان من أبرز الحاجات طبعا كان فيها ما حدش قدر نكر التحديات العالمية التي تواجهها الدولة المصرية الغير مسبوقة فمن أزمة كورونا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية والتأثير على سلاسل الإمداد والتوريد فخلت التحديات كبيرة جدا النهاردة الخطة جاءت فيها مرونة لمعالجة بعض هذه التحديات وكان من أبرز الحاجات اللي كانت معروضة لتنفيذ سياسات كوب 27 مؤتمر مناخ الذي عقد في شرم الشيخ والاهتمام بالاقتصاد الأخضر بالإضافة كمان إلى النهاردة طالبت باستحداث مركز للإستثمار الرياضي لأن الخطة كانت فيها شوية يعني بشكل عام على الشباب والرياضة لكن إحنا النهاردة بنتكلم على صناعة الرياضة فبالتالي أنا محتاج لنا مركز للإستثمار الرياضي القطاع الخاص مفروض بياخد لوقت 36% على حسب الكلام 36% ده مفروض نسبة مش كبيرة وهي الخطة ماشي أنه يفصل 50% أنا كان تركيزي معي الوزيرة أنه مفروض في هذه الخطة ما أقولش 36% أو 50% بس لا ده أنا أقول في كل قطاع أقسمه لأن فيه قطاعات قطاع الخاص ممكن يوصل فيها 70% و80% في المية وفيه قطاعات تانية في الدولة هتلاقي قطاع الخاص ممكن يوصل 20% و30% أي أن كانت النسبة فأنا كنت بطالب مع الوزيرة أن الخطة تبقى واضحة في كل مجال إيه المستهدف من قطاع الخاص؟ هنا أقدر أعرف في آخر السنة القطاع الخاص وصل مستهدفه للنسبة للحكومة حطها أو مستهدفها ولأ ولو ما وصلش يتشاف على طول العوائق إيه لو الفرق كبير الخطة السنة دي طبعا خطة طموحة عن السنة اللي فاتت الدولة بتسعى لوصول إجمالي السمرات الكلية لتريليون و800 مليار جنيه مصري مقارن السنة اللي فاتت تريليون و300 يعني فيها بعض عوامل التضخم لكن بلده يعني فيها محاولة الاستمرارية على برامج التنمية خصوصا حياة كريمة يعني الخطة دي بتشمل 150 مليار جنيه لحياة كريمة فيه تركيز على الصحة والتعليم قد يكون يعني مش الطموح الكافي للشعب لكن على الأقل دي يعني العنوان الرئيسي للخطة التركيز على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية